ختم غربة السلام عليكم اليوم الاربعة 4 مايه 2022 هذه 12 دليل بالضبط كانت وجد باب مستشفى الحسن الثاني شنو غادي نقول لكم المستعجالات دايرة بحال حالة حرب الججاج تهرس الامبولونس تهرسات الروينا ضرب الروينا نايضة تماما شوفوا معايا هاد الصورة هادي هاد الوليد هادا المرحوم مامون الله يرحموه ويسعى عليه ضابط في الامن الوطني يلا تخرج مزا ما كمش عام وتأفكتا في ولاية امن مراكش وجال اقادير خده 48 ساعة باش يعيد مع وليديه كان عنده الكار غدام ع 6 صباح غد يرجع لخدمته هاد الليلة هادي خرج من باب الدار جوج ابناء الحي ديالوم ضربين بالموس جيفكم جات فيه ضربة بالموس هنا هادا اللي ضربوه يلا عنده 18 عام شبعان حباسات شبعان مشاكين وهانتو ما كاتشوفه صيفت شاب مقتبل عمر واحد الضابط ديال الامن الوطني اللي كان يمكن يكون عنده واحد مستقبل زوين بزاف عاد رزا عائلته رزا بلاده رزا الامن الوطني صاحب مامون المرحوم ما غديش يتسنى عارفين احنا امتا غد جيكا الامبولونس امتا هزوف الموتور وركبه هو وياه الشرطي غادي المرحوم وشاد عنقو لانه نجاتو الضربة مشاول اليرجانس ديال انزقان لما وصلوا للمستعجلة ديال انزقان كيبقوا حرب عوثاني نيضة تمه كيشي جوج بخازنية على ما عودوا ليه ممكن مقرقبين ولا موهي في حالة غير عادية مضروبين كلهم دمايات الضربوا تمه ناضط الروينة مع السيكوريتي واحد البوليسي مغلوب على امره المهم الروينة نيضة سدوا الباب ديال المستعجلات لما جاء مامون وصاحبه باش ما يقدموا ليه العلاجات الاولية والدم كيسي له الباب مسدود المضاربة كينا لداخل الروينة كينا للمقرقبين المهم داك شي ما فيه ميتشاف بقى السيد والدم ديالو كيسي دخلوه باش يقدموا ليه العلاجات الاولية دخلوه مع الطليل اما صاحبو رهزوف الموتور وسربا لانحار عارفين احنا يا الامبولنس يمتغى ديالجيك واحتلاجاتك دير بحل طنوبيلة ديال الخضراء يعني ما غا تديرك لا اسعافات ما فيه الطبيب المستعجلات وهذا كشي علاج كان غوية كل الخطراء وكان قول بان الامبولنس ديالنا سيارات الاسعاف خاص يكون فيهم جهيزات وطبيب المستعجلات كيف كي يدار في جميع الدول صحيح وقال ديال المواطنين ماتو لان الدول مجهزاتك لان دير الواقعية المدنية مشو من الاولويات ديالها كانت مشونك وشار عند سوارخ ونطتشنو كي أن لا نذكر identifier الحويس ولا كانت بنو نطرقان ما بغيننا الطرقان ما بغيننا نطرقان ما بغينا صاحبو لنا مستشفيات صلحول لنا التعليم الواقعية المدنية فيها الطبيب فيها كل شيء هذا الشاب اللي عائلته طرزات فيه الدولة اللي بزئولة هوا قاع الزوف الموتور و بشوك يجريوا المستعجالات لما وصل تما كنا الحرب ما قدروش يدخلوه الباريام شدودة بالزز و السيد دميته كتسين و كتعرفوا دخلوه من بعد بالزز وصداع و ديك الروينا دخلوه لتما قالوا له لا جيب لامبيلونس وصير للاقاديير واش السيد دميته كتسين المضرب فعونقو بقي عيش وانتو ما كتقولوا لي سير للاقاديير عشو ما نقدموش للإسعافات الأولية تمة فينا هما الأطباء دي المستعجالات واش كان طبيب حاضر ديك الساعة ما كان دويش على الطبيب انترن داخلي يعني عاد تخرج من القرية لا الطبيب دي المستعجالات اللي عندو حرفة وعارف وكل شي واش كانوا أطباء كافيا عددا واش كانوا الممرضين كافيا عددا لا ما كانوش واش المستعجالات دي المستشفى إنزقان كانت مجهزة بجميع تجهزات باش تقدم الخدمة الطبية لما ما مجهزاش هذا واحد الجانب والجانب الآخر اشنو الحلم على هاد المقرقبين اشنو الحلم على هاد المجرمين ده بهذا 18 عام مدوز أحباسات داخل خارج الحمس ها هو صيفت هذا الرضا الله يرحمه ويمسع عليه ويصبر عائلته أشهد المجتمع اللي احنا عايشين فيه وكاتعرفوه الزوهجة ويجريوا به الأقادير لما وصلوا الأقادير القوا بعد واحد العائلة آخرى ريبت قسم المستعجالات لأن هذه المرأة وما كانش البرونكار ما عمتشنو الأطباء هربو كل شي هرب وسدو الباب والروينة ناضط كل شي تهرز منظر ما يمكنش لكم ما يمكنش ينصفو لكم الروينة كانت مخرجين واحد مسكين أنا كانش وفيه قدامي شا نقول لكم الشلخة دي الوجهه طائرة واش موش واش كسيدة الله يعلم اش كيدير هاد كسيدة خارجين بيه برونكار قال كلها غادي بشي يقلبوا لي آفين علش ما كيش الأطباء علش ما كيش هذا الجانب ديال الدولة الجانب نحنا شنو هو الحل مع هاد المقرقبين مع المجريمين شنو هو الحل معهم تلاقيت مع ناس وكانت تكلم معهم اش غادي نقول لكم السيلح موشي نهار 16 ماي كي العيد الوطني ديال الأمن الوطني مجهود كبير درتيه للإدارة زوين ما عندي ما نقول واجبتها تبقت جوج الأسابيع وثلاثة الأسابيع واعتقلت ذلك البوليسي وطيحت المعنويات ديال جميع أفراد الأمن الوطني قولوا لي يشكون هاد البوليسي دبالي غادي يزعم على واحد هاز موس ها هو شاب مامون مشا غير باش يفك جوج مضاربين جا فيه موس ضربات الموس تصور دابا أحد أفراد الأمن الوطني غادي يدخل مع شي وقرق بحلكة غادي خايف يجباد الفردي خايف يتيري فيه ويقول لي في سيم وجيم وصير ديال سليل يتلقى صف الحبس اللهم سي الحموشي البوليسي يدعو له الفراد وديرو لهم جباد هذا هو اللي يبقى وحتى ذلك الموتورات لما غايت تبعو يديرو التدخل يديرو بشكلتات ويديرو ستاج في الاندية ديال سباق الدراجة الهوائية ونقتصدو لسانس خاص المعنويات سيقول لك اللهم مخزن طاغي ولا شعب سيب ستشعر انزقان كيف يعودو الناس فيها ونواحي اش وقع فيها الاجرام من ضربات القرقوبة العشيش والأمن الوطني انسوز افكتيف أفراد الأمن الوطني قلال والجرائم كتار السيد عامل اقليم انزقان مشاب راسو هاد اللي لا لما هتصدع نايد وجل المستعجالات وقفو شاف سيبال نايدات ما في انزقان لا بشنا هو الحل اشنا هي الحلول الله يرحم هاد ضابط امين مقتبل عمر 26 سنة يالله تخرج جيد وصغير عواشر مع الوالده توفى قولوا لي سوف يقولوا الله يرحمه القادر المكتب الله سوف يقولوا لأول مرة عمفكم سوف نخليه القادر سوف نخليه المكتب سوف نخليه كل شي هات شي سوف نسألوه في هذا القرقوبي وهذا الروين اللي نايدين باش يجي وحدين ينوضوا الروينة في المستعجلات ما مقبولاش الفالطة عنا كمواطنين وفالطة في الدولة اللي ممجهزاش قسم مستعجلات وسبطاراتنا الله يرحمك مامون مشيتي ضحية دي المجتمع للقرقوبي لشماكرية اللي ولكوشي هاز الموس غير شغادي نقول لك خصا نطلبوا السماحة ونطلبوا لك الرحمة والمغفيرة وعائلتك الله يصبرهم ولكن ربما ممكنش نزيدوا بحالك ممكنش مدينة إينزقان محالها فيها تراس فيها شي حويش اللي راح الناس غير كيضلام الحال روينها كتنود خاصة نقا خاصة الأمن اللي فيك تيفي كتر وخاصنا المعنويات دي الأمن الوطني لأن الأمن الوطني هو اللي غادي يحبسنا ذاك القرقوبي والحشيش وهذا روين كلهم ولكن شكون هاد البوليسي كما قلت اللي غادي يجبد الفردي ويجبد معه واحد جبد موس وميخافش الإدارات سيفطل الحبس لأن القرطاس سيطير في رجل ويقدر يطير في رجل ضربة حديدة بومبات قصة أحد المواطنين مثلا هذا خطأ عادي ليس خطأ للبوليسي القرطاس ضربة حديدة وبومبات وضربة عنده واحد آخر وهذا كيوقع خاصة البوليسي ما يكونش خايف ما كلا نقولوش غايدير السيبة راكل له محريفية ولكن منك تكون أمام مجرم خاصة يقدر يطبق القانون ويحل المشكلة ديك الساعة هذك لهذا السيف انتيري ليه في رجله انتيري ليه في كرشه المهم نحبسه الارض واحد هربان ما عفناش علاش انتبعه بالموتور نوقفه ما كاينش لونسيه باللات يقلب ليه والأعضار الله يرحم الضابط مامون الله يرحم شنو غادي يقول لكم ما عبت واحد سيته واشتو واش ماتو للا لأن واحد الحالة كما قلت لكم القشرات ديالوجه محيدة وغادي كيتسرو فيه في برونكار في الهوال في الوقت اللي خصو يكون كيتخيط وداروليها ديزنفكسيون وداروليه وداروليه وتبنج وقفين خارجين بيكيتسرو واحد المرأة تاهية مسكينة في واحد الحالة يرتالها شتام مسكينة تاهية ما عاد شواق عليها غير الله يصوب لهاد البلاد والله العظيم غير الله يصوب والله يدير شي تاوي الخير ومرة أخرى الله يرحم الشاب مامون ضابط شرطة مقتبل عمر 26 سناية يالله تخرج من أكاديمية الشرطة غالبا سيصل عليها الدور تبارك الله عليكم ورسالة الأخرة 16 ماي رحم بقالي هو لجوز الأسابيع ما كامل عشر أيام المعنويات الرجال والنساء الأمن الوطني ستكون طالع وإطلاق صراح الشرطي والناس تخدم مرتاحة والمصالح الاجتماعية خدمتها ركيني حالتنا مازال نرجع للموضوع للمصالح الاجتماعية لأنها كاريتي الله يحفظ بلادنا بغينا الخير لهذه البلاد بغينا هذا الأمن والأمان لنحن كمواطنين وكي يكون هذا الأمن والأمان خاص المصالح الأمنية تكون خدمة في ظروف جيدة وعند الإمكانيات والإدارات ديالهم موراهم حامياهم تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم وإن الله وإن الله وإن الله رجعون